موسيقى السلام عليكم أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثاني عشر القسم العلمي مادة الكيميا أرحبكم بحلقة جديدة من حلقات مادة الكيميا حلقة اليوم بعنوان التفاعلات العكوسة والاتزان الكيميائي ما هي التفاعلات العكوسة والاتزان الكيميائي؟ تنقسم التفاعلات الكيميائية بحسب اكتمالها أو عدم اكتمالها إلى نوعين هما التفاعلات غير العكوسة والتفاعلات العكوسة ما هي التفاعلات غير العكوسة؟ هي تفاعلات تحدث في اتجاه واحد حتى تكتم بحيث لا تستطيع المواد الناتجة من التفاعل أن تتحد مع بعضها لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى نعيد التفاعلات غير العكوسة هي تفاعلات تحدث في اتجاه واحد حتى تكتم بحيث لا تستطيع المواد الناتجة من التفاعل أن تتحد مع بعضها لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى مثال على ذلك تفاعل محلول كلوريد الصوديوم مع محلول نيترات الفضة حيث يتكون راسب من كلوريد الفضة ومحلول نيترات الصوديوم أما التفاعلات العكوسة هي تفاعلات لا تستمر في اتجاه واحد حتى تكتمل حيث لا تستهلك المواد المتفاعلة تماما لتكوين النواتج فالمواد الناتجة تتحد مع بعضها البعض مرة ثانية لتعطي المواد المتفاعلة مرة أخرى تحت ظروف التجربة نفسها بالنسبة للتفاعلات العكوسة تحدث باتجاهين متعاكسين في آن واحد معن مثال على ذلك تفاعل غاز ثاني أكسيد الكبريت مع غاز الأكسجين لتكوين غاز ثالث أكسيد الكبريت كما في المعادلة ومن ناحية أخرى وعند درجة الحرارة نفسها يتفكك غاز ثالث أكسيد الكبريت لينتج غاز ثاني أكسيد الكبريت والأكسجين مرة أخرى كما في المعادلة يمكن التعبير عن التفاعلات العكوسة بمعادلة واحدة مع وجود سهمين أحدهما يدل على التفاعل في الاتجاه الطردي والآخر على التفاعل في الاتجاه العكسي كما ترى في المعادلة أحد الأسهم يشير إلى التفاعل الطردي وسهم الآخر يشير إلى التفاعل العكسي مع ملاحظة أن المواد المتفاعلة والناتجة يجب أن تكون موجودة يوسط التفاعل كما ترى الشكل في الوسط هناك حالة اتزان بينما الشكل يمينا هو حالة لا اتزان الشكل يسارا حالة لا اتزان التفاعلات العكوسة المتجانسة وغير المتجانسة تنقسم التفاعلات العكوسة حسب تجانس المواد المتفاعلة والناتجة إلى نوعين تفاعلات عكوسة متجانسة هي تفاعلات عكوسة التي تكون فيها جميع المواد المتفاعلة والناتجة من التفاعل في حالة واحدة من حالات المادة كما في التفاعل الأول جميع المواد الناتجة والمتفاعلة في الحالة الغازية بالتفاعل الثاني جميع المواد الناتجة والمتفاعلة في الحالة السائلة أما التفاعلات العكوسة غير المتجانسة هي التفاعلات العكوسة التي تكون فيها المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل في أكثر من حالة من حالات المادة كما في التفاعل الأول حيث لدي مواد في الحالة الصلبة ومواد في الحالة الغازية إذن عكوس غير متجانس وكذلك التفاعل الثاني مواد في الحالة السائلة ومواد في الحالة الغازية علل التفاعل التالي لا يعتبر من التفاعلات العكوسة نجد أن المواد تتواجد في حالات فيزيائية مختلفة وهي غير متجانسة الإجابة لأن المواد الناتجة من التفاعل لا تستطيع أن تهتحد مع بعضها لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى لذلك يسير في اتجاه واحد حتى يكتمل ما هو الاتزان الكيميائي؟ الاتزان الكيميائي الديناميكي تصل التفاعلات العكوسة بعد فترة أو مرور فترة من الزمن إلى حالة الاتزان الكيميائي الديناميكي وهي حالة النظام التي تثبت فيها تركيزات المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وبالتالي تكون سرعة التفاعل في الاتجاه الضردي مساوية لسرعة التفاعل في الاتجاه العكسي طالما بقي النظام بعيدا عن أي مؤثر خارجي حالة الاتزان الديناميكي مرة أخرى هي حالة النظام التي تثبت فيها تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة أي تكون سرعة التفاعل في الاتجاه الضردي مساوية لسرعة التفاعل في الاتجاه العكسي طالما بقي النظام بعيدا عن أي مؤثر خارجي يوضح الشكل الثالي تغير تركيزات المواد المتفاعلة بخلال التفاعل والتي تصل إلى قيمة ثابتة بعد فترة من الزمن ولا يعني ثبات قيمة التركيزات أن التفاعل توقف نجد في الشكل ألف المواد باللون الأخضر والأحمر هي المواد المتفاعلة بداية التفاعل يكون تركيزها أكبر ما يمكن ثم يبدأ بالانقفاض حتى يصل إلى حالة من الاتزان كذلك المواد الناتجة في البداية كانت تركيزها منعدم صفر يبدأ تركيز في الازدياد حتى يصل في مرحلة ما إلى حالة الاتزان كما ترى في الشكل ألف وكذلك في الشكل باء لا يعني ثبات قيمة التركيزات أن التفاعل توقف في الاتزان الكيميائي هو اتزان ديناميكي كما رأيت أي أن التفاعل في الاتجاه العكسي والتفاعل في الاتجاه الطردي يستمران بمعدل السرعة نفسه على رغم التساوي سرعة كل من التفاعل في الاتجاه الطردي والاتجاه العكسي عند الاتزان إلا أن تركيز كل من المواد المتفاعلة والمواد الناتجة على جانبين المعادلة الكيميائية لا يكون متساويا بضرورة وقد يكونان مختلفين للغاية وقد توصل العلماء إلى العلاقة بين سرعة التفاعل الكيميائي وتركيزات المواد المتفاعلة وسميت هذه العلاقة بقانون فعل الكتلة قانون فعل الكتلة عند ثبوت درجة الحرارة تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي طرديا مع تركيزات المواد المتفاعلة كل مرفوع إلى أس يساوي عدد المولات أمام كل مادة في المعادلة الكيميائية الموزونة موضع الاتزان لتفاعل ما يتكون من التركيزات النسبية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة عند الاتزان وهو يوضح أي من مكونات النظام على الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن من التفاعل العكوس تتواجد بتراكي أو بتركيز أكبر فإذا تفاعل A ليعطي B وكان خليط الاتزان يحتوي على تركيز كبير جدا من B على سبيل المثال 1% فقط من A 99% من B يقال عند إذ أن تكوين B هو المفضل وفقا لما توضح المعادلة التالية على طرفي المعادلة A تركيز 1% تركيز B 99% إذن هو المفضل ومن ناحية أخرى إذا احتوي خليط الاتزان على تركيز كبير جدا من A على سبيل المثال تركيز A 99% و1% من تركيز B يقال عند إذن أن تكوين A هو المفضل كما ترى في المعادلة أمامك تعتبر معظم التفاعلات هي تفاعلات عكوسة إلى حد ما في ظل ظروف الصحيحة فمن الناحية العملية غالبا ما تكون المواد المتفاعلة أو المواد الناتجة مفضلة إلى حد كبير عند الاتزان إذا تحولت المواد المتفاعلة بالكامل إلى مواد ناتجة يمكنك القول أن هذا التفاعل تفاعل تام واكتمل حتى نهايتها كما يمكن القول أنه تفاعل غير عكوس تسرع المادة المحفزة التفاعل في الاتجاه الطردي والتفاعل في الاتجاه العكسي بدرجة متساوية لأن التفاعل في الاتجاه العكسي هو التفاعل المضاد تماما للتفاعل في الاتجاه الطردي فالمادة المحفزة تقلل من الطاقة اللازمة للتفاعل بالكمية نفسها في كل من الاتجاهين الطردي والعكسي من دون التأثير في كمية المواد المتفاعلة والمواد الناتجة الموجودة عند الاتزان أي أنها ببساطة تقلل الفترة الزمنية للوصول إلى الاتزان علم إضافة المادة المحفزة إلى تفاعل متزن لا يغير من موضع الاتزان المادة المحفزة تسرع التفاعل الطردي والتفاعل العكسي بدرجة متساوية تقلل المادة المحفزة من الطاقة اللازمة للتفاعل بالكمية نفسها في كل من الاتجاهين الطردي والعكسي بدون التأثير في كمية المواد المتفاعلة والمواد الناتجة الموجودة عند الاتزان أي أنها ببساطة تقلل الفترة الزمنية للوصول إلى الاتزام وبهذا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم راجع لكم تمام الاستفادة وألقاكم على خير موسيقى